اشتركوا في القناة 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 قال له قال له انت يعني تقول لي اذهب لهذا الشاب اجلس عنده وابن عيينة يقول حدثنا واخبارنا قال له ان فاتك الحديث بعلو عند ابن عيينة خذه بنزول او رجل زيادة خذه لكنك الرواية تردها تردها لكن مجالس العلم كما نراه الآن في المفتونين المأفونين المغبونين يتركون مجالس العلم ويذهبون يقولون الاجازة انا اكتتب في الاجازة مالذي سينفعك من الاجازة انت يعني يعني فيك ما فيك من الغباء المستحكم ان تترك العلم واهل العلم واتقان العلم وفقه العلم وتذهب لتكتتب حتى تقول اخذ الاجازة ما الفائدة فيها لا فائدة وعند السرد ايضا حتى سماع الأحاديث لا أسمعها سماعا بروية يستطيع أن يمعن النظر فيها بحال من الأحوال هذا ولذلك النبلاء قالوا بذلك قال هذا هذا من السفة وهذا قالوا الخدير وقالوا قالوا بعض علماء الحديث في عصرنا وكان مشايخنا يقولون أنا ذلك لذلك كنت أمتنع امتناعا تاما على هذه المسائل ووالله وأنا جالس في مكاني على البعيد يأتونني أرسالا يقولون الشيخ يريد يعطيك الإجازة في كذا أنا ما طلبت شيء ولا إجازة طلبتها بفضل الله حتى مع أنبى من أرى ما طلبت إجازة وكل قال لي تعال أنا أريد أعطيك الإجازة في هذا الباب فسبحان ربي العظيم مع أن كنا نسمع لنأخذ الإجازة في مهيال السماع ليست كهذه فالغلط المقصود هو أن الأصل في ذلك أن الإمام أحمد بيّن له أنت فاتك بعلو ستأخذ بنزول ما فاتك الحديث أخسته أخسته لكن إن فات المجلس هذا ضعت أو ضيعت خيرا كثيرا لا تستطيع أن تستدركه من غيره فلما قال له ذلك لم يقنع الإسحاق حتى دخل المام الشفعي وجلس وهو يرى في نفسه ولما تكلم الشفعي طرح مسألة ربع مكة وأن ربع مكة تملك المهم أنه طرح هذه المسألة وقال ربع على ربع مكة أنها تملك وتؤجر فقال إسحاق عرضه قال من أنت فقال إسحاق ثم قال قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبي أنه ما كان يرى ذلك فلان عن فلان عن فلان عن عايش ما كانت ترى ذلك المهم متكلم على بعض الصحابة قالوا لا يرونها بأنها تملك فقال الشافعي إلا يتاني بك أشوف أنظر أنظر يا تعظيم الصنان اليوم كنت مع أخي كريم يدرس درس معي ست سنوات في دبي وهنا وأنا يعني هو بيحضر يدرس في البس بالليل وهو حق له أن يجلس يدرس الآن أنا أفتخر بأكثر من طالب علم منه هذا الطالب لكن شددت عليه أنه اليوم شدة عظيمة جدا عندما عارضني فساءة القسم بغير الله جدف علاه وقال ليه لا يخفى عليك أنه أن الجمهور يقولون بالكراها فطبعا قلت لو اجتمع الفقهاء جميعا وقالوا بذلك والله قد زلوا وطال النقاش بيني وبينها وحوالي نصف ساعة لكن والله الحمد والمنا حصل الوفاق في الباب عشان يعرف معنى تعظيم توحيد الله وهي قضية الكون الكبرى عمدتا إن شاء الله نحاول أن نجلي مسألة ربع مكة بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاك من الله خير السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على بديل الذين اصطفى لسيام النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مازلنا مع سنن ابن مادة وحديث ما تدعى ربع مكة إلا السوائب وهذا الحديث فإن كان فيه ضعف لكننا نبين ما فيه وربع مكة دور مكة ربع مكة دور مكة وقلنا بأنها تملك على الرجح الصحيح وكنا نتكلم عن مناظرة إسحاق مع الإمام الشفعي وقد صرد له آثار موقوفة على أن الصحابة يقولون بأنها لا تملك لا تمل وهذا ماذا بالحنبلة أما الإمام الشفعي فقال له أحدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل فاتحا مكة قيل له في أي ديار تنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من ربع وهل ترك لنا عقيل من ربع لم يفهم لم يفطن لم يتفطن إسحاق رضي الله عنه ورضاه إلى ما لفت الانتباه إليه الإمام الشفعي في فهم وفقه الحديث لأن لما تملك لما تملك عقيل حالة كونه كفرا ووارثة من أبيه الكافر وعليه لم يرث وجعفر لم يرث فعقيل أخذ الربع وباعها فمعنى وباعها إذن ملكت نعم فقال لما قال له ذلك قال ليتني بك طفلا صغير لما قال إسحاق فلان وفلان فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال فلان وقال علان لكن إسحاق ما كان حسدا ما كان حقدا ولكن كان منصفا فاضلا غمي عليه عمي عليه لكنه لما وارد السن متقارب فيعني ابتدأ يشتد الأمر عليه لكن لما سمع الشفعي ومن نظر الشفعي قال أتوني بكتاب بكتب الشفعي فلما نظر إليها قال والذي نفسي بيدي فوتنا علما كثيرا ضاع علينا علما كثير إن لم نلازم الإمام الشفعي لكن هذا أيضا من أراد الله به خيرا يستدرك أمره قبل أن يفوته فإن أراد الله به خيرا رده للحضيرة مرة ثانية نعم فلما قال ذلك علما بأن كلام الشفعي هو كلام الصعي وهذا الصعيح الرارح بأنها تؤملك لكن الحديث عندنا بسوائب مكة يعني التي ليس لها مالك سوائب مكة هي السكن الذي ليس له مالك يمكن أن يكون وقفا فكان الناس على ثنفين فقراء لا سكن لهم في مكة فيسكنون في هذه المساكن ومنهم من كان فقيرا وسكن في هذه المساكن حتى أغناه الله فتركه وأسكن فيه غيره أو شوف إيش قال قال من احتاج سكن ومن استغنى أسكن يعني أتى بغيره يسكن يسكن معه أو يسكن مكانه يسكن مكانه في هذا الباب وهذه أجل بيوت بيوت مكة البيوت التي وقفت على مكة أو البيوت التي كانت سوائب يعني لا مالك له لا مالك له شوف الناس كانت ديانة عندهم لا مالك له لو كان فقيرا استحق المكوس مكس فلو استغنى أتى بفقير وضعه مكانه وخرج وأتى بمسكن له خاص أن أسأل الله أن يردنا إليه رد جميلا وأن نعيش هذه اللحظات لحظات الإيمانة التي كانت عند الجميع نعم الفؤاد المستمبطة فضل الوقف للشيخين سنة متبعة للشيخين سنة متبعة طبعا أقصد بشيخين من عبو بكر عمر دي الله عنهم نعم وقد قال إي اقتدوا باب بكر عمر يرشدوا قال إي يتبع عبو بكر عمر يرشدوا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللدين بعد أبي بكر عمر وذلك علقما قال توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر شدة الملازمة تتساوى بها الأحكام وتتقارب شدة الملازمة تتساوى بها الأحكام شدة الملازمة تؤدي إلى شدة المشابهة تؤدي إلى تساوي الأحكام من وين يا شطار هذه الفائدة هذه الفائدة الثالثة يا سلامة تفضلوا وقولوا لي من وين هذه